كيف كون؟ إن شاء الله هتكونوا خير حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكن اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دير ظهره وكأنه فقد الأمل ويعني أنا بشوف أنه يعني بعده بيحب الشخص هذي بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هده يعني متزوج يعني إنه طالع لي الورقة يهدي كتير أو تزوج ولكني شايفها بعده بتمسك فيك يعني ومتمسك يعني إذا كان حدا تاني يعني بتمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكم أو بفكر بالزواج منك يعني وفي وجود الطرف الثالث لأن شايفك تعرضت لخيبة أمل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي يختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني أنا حاسة أن الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي أنا هات الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هادي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حدا ساعدني والشخص هذا شايفه كأنه عارف أنه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفها يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايف الماضي مؤثر عليك أو الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب ترتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لترتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا هو الشي الصح أنت لازم تعمل استشفاء لمنكن اللي في الوضع هذا لازم أول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فحب بشرك أنه فيه تغيرات جاية بطريقك يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هذا أنه المساعدة حواليك وأفضل شي تعملوا أنك تتقرب من الله وتدعي وتعمل يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكر تفكير إيجابي برد النظر عن الشغلات اللي صارت لأنه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل مراض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فحب بإلك أنه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لأنه طالعا لك ورقة الشمس طالعا لك ورقة الشمس فيه أحداث وشغلات إيجابية جاية بطريقك وهي علامة على فرحة لأنه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان أنا سحبت أوراك تقليل حتى في السرق طالعا لك ورقة الحب يا برج السرطان وراء ورقة الشمس فيه يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء رح تضوي طريقك يعني إما ستصبح العلاقة هذه أكثر انفتاحا أو أنها ستنتهي للسماح لعلاقة أفضل للحصول عليها لأنه الشمس هي تشير إلى أشياء إيجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفي شيء يعني في باب يا رشي على براق المكان في باب رح ينفتح لك يعني الأمور إجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يا برج السرطان في باب رح ينفتح لك شغلات يجا فوق الشمس في باب رح ينفتح لك ففي بداية جديدة أو رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جريد وهذا الشخص فيغفر لك شعورا بالأمان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الأوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون في الشيفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بناس من الماضي ناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لاني هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة أو شخص انت حبيته يعني كأني حاسة ان الشخص هذي متزوج أو انتو بعلاقة تلاتية لاني يعني حاسة ان الشخص هذي كأنه غير متزوج طاقة تلاتية لاني شايفك غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لانه كانت عندك امنية ضاعت لاني شايفك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق أو عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء انه متزوج أو على علاقة بشخص تاني لاني عم شوف في مسافة بيناتكن احتمال كل واحد يكون في بلد أو محافظة يعني المهم في مسافة أو الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفه بعده في تواصل كأنني حاسة انه انتو صلميت طالع لكون ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح وفي عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني او شخص من الماضي يعني بعيدتهم بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفك انك يعني عم تطالب يعني بعدالة او بحكم عم تستنى شي قرار فشايفك انا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعي قاعب قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف في حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك اه بيتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك في من كون اللي عم شوفه تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم يفكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نفزع بحب اقول شي كأني عم شوف يعني في من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمالي كون تكون شي شغلة في الموضوع هيدا بالايام الجاية للناس اللي متطلقين القراءة هيدا رح تبتدي من من اتنين وعشرين الى عشرين او زيادة شوي فالشهر اللي وراه يعني في نوينبر فعني لاني عم شوف الشغلة هيدا واردة عندي كتير رح نرجع لنكمل فمتل ما قلتلك وورقة الشمس كدير قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لانه شايفة عندك في بداية جديدة وفي تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقيل واجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدا طعالك ورقة السبن مع اني شايفة في ناس يعني بعدهم شايفاهم متعلقين يعني متل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة اه ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضة من الماضي هيدا او عم تشوف الموضوع هيدا معاقد وانا برجح الموضوع هيدا اكتر هيدا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة الذي التي يتطلب منك القيامة بها الان يعني فكر في اللحظة هيدا ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقة فممكن الامور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت في عندي ابراج حاب اقولون بشمنزة يعني كل الابراج صراحة موجودة بس عم تشوف الطاقة الهوائية كثيرة طاقة الترابية اه تور عزراء اه البرج الثالث ميزان كذلك الميزان صراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عندنا في برج القوس والحمل والاسد الاسديون كذلك التوريون الجري قلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو العقرب صراحة كل الطاقات موجودة بس شوف الحمل الثور الاسد الميزان الجري العذراء الجوزاء يعني فيه طاقات اكتر ففي عندك بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالامن والاستقرار يعني لاني عم شوفك لانك قادر على تخطي العقبات ولكني يعني شايفة ان الحبيب يعني متمسك يعني موقفه وبفكر فيك فكأني شايفته أصبح بعد الشي اللي صار أكتر حكمة واتزان كذلك شايفة الشخص هيدا يعني كأنه تعبان من موضوعه فإذا كان متزوج فهو يعني تعبان من الوضع هيدا وشايفان بفكر بالزواج بفكر فيك حقيقة فممكن يكون بفكر يعرض عليك زواج يا برج السرطان لاني شايفاه غير راضي عن الشي اللي صار الشخص هيدا غير راضي عن الشي اللي صار في من كون المطلقين محاملين مسئولية تقيلة شايفاهم يعني أصبحوا منغالقين على أنفسهم وبعدهم عم بيراجعوا الشغلات اللي صارت ولكني شايفك كأنه بعده في مشاعر عندك تجاه الشخص هذا فالورق بيدعيك إلى التقرب إلى الله والصلاة والدعاء ويدعوك للنظر إلى ما حولك خارج الأفكار السلبية لأنه بيقلك أنه في تغيرات إيجابية جاية بطريقك وفي عندك بداية جديدة فلا تترك الفرص يعني تضيعوا منك فحقيقة في من كون اللي اللي ما كان متوقع أن الحبيب رح يعرضوا لخيبة أمل سواء كانت خيانة أو حبيب تركك واختفى أو اكتشفت طرف ثالث أو الشخص هذا تخلى عنك لأنه شايفك بعدك متأثر بالشي اللي صار واخد جنب كأنك مش مستوع بالشي اللي صار شايفك يعني بعضت عن التجمعات وحتى عن الناس يعني في من كون اللي بعهد عن الناس والتجمعات لأنه الشخص هذا يعني كأنه كان مهم عندك وصرت عم تفكر بحالك يعني شايفك متدايق زعلان يمكن لأنه الشخص هذا يعني أنت عملت شغلات كثيرة علشانه أو حبيته بصدق وكنت شايفه شغلة كبيرة أو العلاقة أخذت وقت يعني السنة أو تجاوزتها أو سنوات يعني ولكن رغم هذا الشي يعني شايفك أنك ماشي ماشي نعم تشق طريقك لحالك لحالك كأنك حامل هم على ظهرك شايفه يعني إحساس يعني إحساس بالإفتقاد فإنت فإنت مفتقد الشخص هذا يعني حبيته كثير كان بالنسبة لإلك شغلة كبيرة ولكني حب إلك أنك رح تطلع من الإدمان هذا من مشاعر الإدمان والطاقة السلبية اللي كنت فيها ورح تنهي الصراعات اللي كانت عم تتعباك وكذلك طلعت لك يعني ورح تخلص من الشغلات هذه اللي تعبات كذلك شايفك يعني رح تنهي التعلق أو التفكير في العلاقة كنت فيها تعبان يعني خلاص رح توقف على رجليك كأنك رح تطلع من علاقة غير صحية لا تشعر فيها بنفسك كأنك شايفك ماشي بطريق غير واضح وجايتك ورقة الورقة الورقة هذه فيها عندها معنى كبير وهي تدعوك للتأمل لأنه بيقلك أن القط مثل ما بتشوفه هون القط قاعد القط يعرف أن الشمس هي الشمس وهي تغدي كل الكائنات وتوفر الدفء هو لا يشكك في وجودها إنه يتأملها فقط أحيانا تكون أحيانا تكون الإجابة مباشرة أمامك فيجب أن تتأمل بداخلك يعني أن تتأمل الشغلات اللي جواتك وسوف تشعر أن كل شيء يتناسب فجأة معك دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة فلا بسر الفكرة هذه أكثر يعني باللغة العربية فسوف تشعر أن كل شيء يناسبك فجأة تماما دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة فأنت يعني بصدد إيقاض شيء ما بداخلك يعني في شيء رح رح تكتشف جواتك بأنك فقط ألقي نظرة واشعر بالضوء الذي يشع بداخلك إنه موجود إنه موجود وكان دائما فقط تذكر ذلك الورقة هذه عنده معنى كبير لإلك يا برج السرطان وهي ما إجت صدفة لإلك يعني في رسالة يعني أنت جواتك في شغلة أنت لازم تكتشفها فعموما شايفاك منتصر يا برج السرطان بعد خيبة أمل وفي عندك بداية جديدة وأخبار جديدة يا برج السرطان بالرغم من الشغلات اللي صارت وبالرغم من أنه ورا الورقة عم شوف في منكم المطعون يعني برغم السيوف أو الظروف اللي صارت عم تطيح الشتوية وهذا فالخير عليك يا برج السرطان شو شو طالع لك بعد؟ طالع لك في بداية جديدة جاية بطريقك فبديك تتفائل بديك تغير يعني تغير الشغلات اللي جواتك حتى مهما كانت الظروف وفي أخبار حلوة شفت؟ في أخبار حلوة جيتك يا برج السرطان إن شاء الله فأنت قادر تتجاوز الوضع أيا كان يا برج السرطان حقيقة أنا طولت في القراءة هذه لأنني سحبت أوراق كثيرة يمكن نص الأوراق أنتم ما بتشوفوها لأنه شوية هيك الأوراق دخلتهم مع بعضهم فإن شاء الله خير يا برج السرطان لأنه دائما بيقولوا ما تفكروا به هو ما سوف تحصل عليه فالقراءة كثير مبشرة وإن شاء الله خير يا برج السرطان تحية للسرطانيين والسرطانيات وفي أمان الله والسلام عليكم